موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين قال تعالى في الآية الثانية والعشرين من سورة الأنعام ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون هذه الآية تشير إلى مصير المشركين يوم القيامة مبينة أنهم باعتمادهم على مخلوقات ضعيفة كالأصنام لهم حققوا لأنفسهم الراحة في هذا العالم ولهم ضمنوا ذلك في الحياة الآخرة فتقول ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أين هم؟ لماذا لا يأتون اليوم لإنقاذهم؟ لماذا لا يظهرون أي حول؟ ولا يبدون أي تقوة؟ ألم تكونوا تتوقعون منهم أن يعينوكم على حل مشكلاتكم؟ فلماذا إذن لا نرى لهم أثرا؟ وأبخهم سبحانه بقوله أين شركاؤكم؟ مع أنهم محشورون معهم لأنهم لا نفع يرجى من وجودهم معهم فلما كانوا كذلك نزلوا منزلة الغائب كما تقول لمن جعل أحداً ضهيراً يعينه في الشدائد إذا لم يعينه وقد وقع في ورطة بحضرته أين فلان؟ فتجعله لعدم نفعه وإن كان حاضراً كالغائب إن المؤمنين بالله على نوعين منهم من يؤمن بألوهيته وتوحيده ويسمون الموحدين ومنهم من يؤمن بألوهيته وألوهية غيره وهؤلاء أفسدوا إيمانهم بهذه الضميمة وصاروا والجاحدين سواء لأن جعل المثيل لله معناه في الواقع إنقار الله من رأس إذ المفروض أن الله سبحانه لا شبيه له ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمشهد شاخص والحشف واقع والمشرقون مسؤولون ذلك السؤال العظيم الأليم إذ يواجه الله المشركين بهذا السؤال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون وتستعينون بهم كما تستعينون بالله سيواجههم بهذا السؤال على سبيل التوبيخ والتقريع لا على سبيل الحقيقة وهنا يفعل الهول فعله هنا تتعرى الفطرة من الركام الذي ران عليها في الدنيا هنا ينعدم من الفطرة ومن الذاكرة كما هو منعدم في الواقع والحقيقة وجود الشركاء فيشعرون أنه لم يكن شرك ولم يكن شركاء لم يكن لهذا كله من وجود لا في حقيقة ولا في واقع وتسأل لماذا قال تعالى أين شركاؤكم ولم يكن أين شركائي مع العلم بأن الكاثرين أضافوا الشركاء إليه لا إليهم الجواب إن الإضافة تصح لأدنى مناسبة والمشرقون هم الذين ابتدعوا الشرك الذي لا عين له ولا أثر في حقيقة الأمر والواقع ولذا أضاف الضمير إليهم الخلاصة أين الآلهة التي كنتم تدعونها من دون الله أو تعبدونها معه ففي يوم القيامة فقط تتكشف المواقف الحقيقية دون لف أو دوران لأن كل إنسان ينزع عن نفسه أو ينزع عنه القناع الذي كان يلبسه لإخفاء شخصيته على أساس ما يملك من مال أو جاه أو امتياز خاص أو عام ويقف عاريا يقف عاريا لا يملك إلا صفاته وأعماله ثم أخبر سبحانه عما يكون منهم من تخبط وحسرة فيستولي على هؤلاء الرعب والخوف ويبهتون ولا يحيرون جوابا سوى أن يقسم بالله أنهم لم يكونوا مشركين ضنا منهم أنهم هناك أيضا قادرون على إخفاء الحقائق فقال تعالى في الآية الثالثة والعشرين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ويتحداهم السؤال في ضغط الموقف عندما يواجهون عذاب الله فلا يجدون منفذاً للخلاص ولا مجالاً للهرب إلا بالإنكار ثم لم تكن فتنتهم أي ثم لم تكن عاقبة كفرهم حينما اختبروا بهذا السؤال ورأوا الحقائق وارتفعت الدعاوى إلا أن قالوا مؤكدين ما قالوا بالقصم الكاذب والله ربنا ما كنا مشركين ظنا منهم أن تبرؤهم من الشرك في الآخرة سينجيهم من عذاب الله كما نجى المؤمنين بفضله ورضوانه إنه الموقف الصعب الذي يمثل فتنةً واختباراً لصلابة القاعدة التي يخضع لها الإنسان مواقفه فتبدو مجرد رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فانهارت أمام ذلك كل القناعات التي كانوا يلتزمون بها في أوضاعهم الاستعراضية فبينما كانوا في دنياهم إذا بهم بالشرك يتبجحون يهربون من مجرد نسبته إليهم في أخراهم وذلك بتأكيد النفي بالحلف بالله ربهم كمظهر من مظاهر الضعف النفسي للمشركين أمام مواقف المواجهة الحاسمة لقد فات الأوان فاليوم اليوم للجزاء ولا للعمل واليوم لتقرير ما كان لا لاسترجاع ما كان أما القول أن الإنسان يعجز عن الكذب إطلاقاً يوم القيامة فيكذبه قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون قد يقال إذا قدر الإنسان غداً على الكذب بل والقصم عليه بالله أيضاً تماماً كما هو شأنه في هذه الحياة فما هو الوجه لتسمية الآخرة بدار الصدق وتسمية دارنا هذه بدار الكذب؟ الجواب المراد بهذه التفرقة بين الدارين أن الكذب في هذه الدار قد يدفع عن صاحبه ضرًا أو يجلب له نفعاً أما في الدار الآخرة فلا يغنيه عن الصدق شيء وبكلمة أن العجز عن الكذب شيء والقدرة عليه مع عدم جدواه شيء آخر ثم قال تعالى في الآية الرابعة والعشرين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومن أجل أن يعتبر الناس بمصير هؤلاء الأفراد تقول الآية انظر كيف كذبوا على أنفسهم الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وآله والمراد به العموم وهو تعجب من إنكارهم الشرك وقد ماتوا عليه وكل من أنكر ما هو فيه أو ادعى ما ليس فيه عامداً متعمداً فقد كذب على نفسه وعلى الله وعلى الناس وتنهار المساند التي اختاروا الاستناد عليها وجعلوها شريكة لله وخابوا في مسعاهم وظل عنهم ما كانوا يفترون وعاشوا حالة هروب من أنفسهم وهروب من أفكارهم وتلك هي الخسارة القبرى أن يفقد الإنسان نفسه وفكرة ليصبح مجرد شبح ضائع تتلاقفه ظلمات التيه من كل جانب من دون أن يصل إلى أي نتيجة إيجابية على مستوى المصير ونستوحي من ذلك أن على الناس الذين يستسلمون للرموز الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية التي قد تملك بعض مظاهر القوة أو بعض أوضاعها فيطيعونهم فيه معصية الله ويستغرقون في ذلك كله تماما كاستغراق العبيد بالآلهة ثم تتبدل الأمور وتتغير ويتحول هؤلاء الطواغيط أو الأقوياء يتحولون إلى أناس عاديين لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ويقف الناس يقف الناس الذين سقطوا أمامهم في عملية استسلام وانبطاح ليواجه الموقف الجديد في حالة الإحباط النفسي والاجتماعي ليدخلوا في دائرة الاعتبار والتبرير لأنهم لا يريدون أن يتحملوا المسؤولية بما عملوه وما تحرقوا فيه إن مثل هذا الاختلاف بين البداية والنهاية في الآخرة كما في الدنيا يفرض على الإنسان يفرض عليه الوعي لمواقفه على أساس حسابات العواقب حتى لا يقف في نهاية المطاف الموقف الصعب الذي يواجه فيه دمار كل شيء بناه في ماضيه ليجد نتيجة ذلك في مستقبله إن البدايات لا تمثل معنى حركة الإنسان في الحياة لأنها قد تتحول إلى نهايات مأساوية لذلك لا بد للإنسان من أن يدرس طبيعة النهاية إذا أراد أن يبدأ طريقه في نقطة البداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة